او لا تقام مش عايزين نتكلم في هذه التفاصيل لان مثل هذه التفاصيل ممكن تشتد اي حد بيفكر فيها احنا عندنا هدف المباراة تسعين دقيقة عايزين نكسبها عايزين نحقق السلس نقاط عايزين نمشي بشكل كويس زي البداية اللي بدأها الجهاز الفاني في بداية هذا الموسيب مثل هذه الامور الفرعية ممكن طرف يكون ليه غرض انه هو يكون ليه تسريبات في مثل هذه الامور لهدف خاص عنده هو ممكن يكون لسه المباراة مش متحدد مكانها هل في السادة القاهرة ولا السادة برج العرب لسه مش ماخد موافقة رسمية للمباراة في السادة القاهرة فعايز يقول المباراة ممكن تتأجل لغاية ما ياخد موافقة للمباراةكم في برج العرب فيطلع يقول خلاص المباراة في برج العرب كل دي تفاصيل لا تعنينا في شيء احنا نهمنا حاجة واحدة بس ان احنا عندنا مباراة السادة الجاي عايزين نشتغل عليها بشكل كويس جدا عايزين نحضر الله بشكل كويس نادي الزمالك منافس قوي جدا بيحضر المباراة بشكل قوي عنده الدوافع ان يعمل مباراة كبيرة وعنده الدوافع ان عايز يحقق نتيجة مميزة امام النادي الاهلي فبالتالي دورنا كاعلام ودورنا كجمهور ان احنا نوصل رسالة للعيبة ان مباراة السبت القادم مباراة صعبة اصعى من مباراة السوبر الاهلي لسه ما حققاش اي حاجة الاهلي عنده مباراة قوية جدا الاهلي عنده موسم طويل جدا الاهلي عنده مباراة الزمارك سواء بجمهور او بدون جمهور بحتاجين احنا نحقق فيها الانتصار والسلاس نقاط عشان نقف على ارض الصالفة في بداية الموسم شيء كويس جدا انت بكزمان الزمالك في السوبر كزمان الزمالك في اول الدوري في الاسبوع الرابع فبالتالي كل ده هتديك دوافع مع نوية قوي جدا للمرحلة الجاية الجهاز الفني بيشتغل على ده بشكل كويس جدا قافل على الفرقة بيحضل المباراة بشكل مختلف عام المباراة والدية مع نازل اعلاميين بالامس وفاز الاهل فيها بهدف مقابل لاشيلي وليد ازارو اشتغل على تجهيز كل العناصر اللي كانت بعيدة عن المباراة الاساسية في الفترة الاخيرة وكمان اشتغل على فكرة انه هو ممكن يحقق هدف معين في مباراة القمة زي ما بدأ بجونير اجايف مباراة السوبر دايما ريني فيلر عنده افقار وعنده طموحات وعنده رؤى للمباراة الكبيرة زي مباراة الزمان الكبير من السبت الجاي فبيحضر لها بافقار مختلفة شوية مباراة مباراة كانت فيها تريكات معينة اكيد ان شاء الله يكون فيها جزء كبير من مباراة السبت اللي جاي كل اللي يهمنا احنا كاعلام بدون الخطف التفاصيل الفنية ان احنا نكسب مباراة السبت الجاي اه لسه دور طويل حتى لو فيه تعادل انت بتحقق النقاط وبتبتعد بالصدارة لكن في نفس الوقت انت تلعب على المكسب بتلعب على انك بتوسع فارق النقاط في بداية المسابقة ودايما بنعتمد على عامل الزهني لما نادل اقل بيفوز على اقرب المنافسين وبيركب المسابقة بشكل كبير جدا بيكون خلاص بنسبة كبيرة بيقرب ان هو يحقق العلامة الكاملة ويفوز بكل مباراة في المرحلة التالية ده شيء مهم جدا وحنا نتكلم عن المرحلة القادمة مسألة اتقامة المباراة يوم السبت هتبقى فين مش هتعني كتير المهم المباراة هتتلعب السبت الجاي اكيد المباراة تتلعب السبت الجاي بسواء اقامتها بافساد القاهرة استاد برج العرب كل اخبار اللي بتتناصر او اللي بيكتبها الصحفيين سواء في الصحف او المواقع الاكترانية كل بيجتهد وكل بيحاول يوصل لمعلومة لكن حتى هذه اللحظة المباراة في موعدها يوم السبت الجاي حتى هذه اللحظة اتحدى كرة القدم لم يصدر منه اي شيء رسمي بخصوص هذه المباراة وبالتالي نحن نتعامل مع هذه المباراة وفقا للجدول الرسمي المرسل من اتحاد القرى في بداية الموسيق فكرة بقى اقامتها في استاد القاهرة او استاد برج العرب الاهل يسوألها مع استاد القاهرة او استاد برج العرب ده ما لعبوا وده ما لعبوا لعب مباراة السوبر مع الزمالك في استاد برج العرب لعب مباراة كتيرة في استاد برج العرب نفسنا نرجع بالتأكيد لستاد القاهرة لكن في جميع الاحوال احنا عندنا هدف مهم جدا في المرحلة الجاية وازاي نبدأ المرحلة التانية من الدور العام مباراة الزمالك مباراة الجونة عشان ست نقاط وانت تسع نقاط في بداية اول دوري خمس تاشر نقطة من خمس مباراة شيء مميز جدا عندك فترة اعداد تحضر له بشكل كويس بقى للبطولة الافريقية اللي هتنطلق ان شاء الله في نهاية شهر نوفمبر بالتأكيد كل هذه الاحاديث محور حديث الجهاز الفن بقالة ريني فيلر وكابتن سارد الحفيز مع اللاعبين في التوقيت الحالي واللعابة النادي الاهلي دايما عندهم خبرات كبيرة جدا وعارفين المراحل الجاية محتاجة ايه عشان النادي الاهلي يستمر بشكل كويس في الموسم اللي هيكون موسم بالتأكيد مش هقولي استثنائي خلاص كلمة الاستثناء دي كانت موجودة للموسم الماضي الموسم السناء دي متحدد المواعيد معروفة المواعيد مفيش تأجيل لأي مباراة كل مباراة مواعيدها سابطة ومعروفة ان شاء الله الموسم هيمشي بنفس المواعيد اللي تحددت في بداية المسابقة زي ما لتبك النهارده الاهلي كان يقدم مرانو الساعة خمسة والجهاز الفني حدد المراحل اللي جاية خلاص النهارده التلات التمرين الساعة خمسة الاربع والخميس ايضا يكون التمرين الساعة خمسة يوم الجمعة ريني فيلار أحدد معدل تمرين اللي يكون الساعة الثلاثة العاصر وبعد نهاية التمرين هيتوجه في معسقل مغلق استعدادا لمباراة القمة ان شاء الله يوم الست الجاية فالجهاز الفني فضل أن يكون مدة المعاصقة لمباراة القمة 24 ساعة فقط ليلة المباراة كافية وتكون كفيلة باستعدادات وجهزية تم للاعبين بالنسبة لمباراة القمة دي الأجندة اللي حددها ريني فيلر بالنسبة لتدريبات الأهل تداء من اليوم السلساء حتى موعد المباراة يوم السبت القادم فيلر حرص على أن يعمل محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المراني النهاردة على ملعب مختار التتشي بالجزيرة المحاضرة الفيديو فيها جزء هايلايتس وتجميع كده خاصة بفيديوهات لمباراة الزمالك في الفترة الأخيرة وزي الجهاز الفني يقدر يشتغل على الجزء العملي بالنسبة للمرحلة الجاية ويكون فيه بقى تجهيز للعناصر اللي هتكون جاهزة لهذه المباراة والشيء الطيب واللافت للنظر أن دايما ريني فيلر بيدي كل اللعيبة إحساس أنها يكون موجودين في مباراة القمة أو حتى في كل مباراة الدوري في المرحلة اللي جاية نهاردة كان الحديث عن الجوانب الفنية والخططية للتحضير للمباراة اللي جاية نهاردة الدوليين انتظموا فيه المران طبعا الدوليين بنتكلم على محمد الشناوى وأحمد فتح وأيمن أشرف حسين الشحات محمد مجد أفشا حمد فتحي حمد فتح اللي بنهنيه على أول هدف ليه دولي مع المنتخب الوطني بالأمس أمام بتسوانا كان أول هدف ليه بعد أول مشاركة وبعد نزول بدقائق قليلة في مباراة الأمس أيضا كمان الرباعي منتخب الإلنبي كانوا موجودين النهاردة في التمرين رمضان صبحي صلاح محسن عمار حمدي ومصطفى شبير وعلي معلولة عادة من تونس بعد أداء مباراة الدية مع منتخب تونس أمام المنتخب الكاميروني والنهاردة كان موجود فيه تدريبات النادي الأهلي عايزة أطمئنكم على رمضان صبحي رمضان صبحي جاهز إن شاء الله المباراة الزمالك رمضان صبحي النهاردة كان موجود فيه التدريبات الفريق الجماعي